انت جيبت في نص كلامك كده حكاية النشئين وازاي النشئين استفادوا من هذا الأمر قطاعات النشئين او في قطاعات النشئين المختلفة انبالح كان فيه موقف ده متئين وانا متأكد انت بقى من نواح اقدارية كمان وديش غلامتك يعني الموضوع شفنا فيه انا حتى وصفتها كده بصراحة قوة ده عبس انه في الائتين بيحتفلوا بغض النظر بقى مين صح مين غلطان مش الحكاية بس في الائتين بيحتفلوا في مسابقة مصرية مسابقة مرحلة عمرية مهمة جدا 2003 ويحصل الموقف ده اتحاد الكورة بقى بيبقى موقفه ايه في المشهد ده انت نفسك وانت بتبص حتى لو انت مش متداخل بشكل مباشر طبعا في اللي بيحصل ده ولكن لك جزء لك دارة المنتخبات وما يحدث في المنتخبات ومنتخبات النشئين ودون النشئين وفيه تفاصيل كتير شفت الموقف ده ازاي بص هو هو يمكن عجبني المداخلة بتاعتك قبل ما ادخل كنت بتفرج عليها ان انت اتكلمت وخدت اتجاه انبي وده الطبيعي ان انا اتكلم ادام بتكلم مع مسؤول النادي المصري ان انا النهاردة لما بمعايا معلومة بامشي ورا المعلومة لحد ما بجيب الاوراق اللي بتثبت عكس ذلك صحيح فالنهاردة ده مش شرط ان انا النهاردة لعبت النهاردة انبي لعب المصري النهاردة يبقى انا النهاردة معايا الاوراق اللي تثبت ان اللعب ده سليم ولا مزور فعشان كده لما بجمع المعلومات وبجمع أوراق بشكل كبير هو عشان كده أنا بروح أشتكي أنا يعني بجزم لأن أنا اشتغلت قطاع ناشئين كتير لحد ما وصلت مدير قطاع مدير إدارة قطاع ناشئين وكان فيه من الحاجات دي كتير على طول وكانت موجودة أنا بجزم إن المسؤولين عن إنبي هم عارفين الولاد ده كويس هم عارفين الولاد ده كويس وممكن يكون لعب في مرحلة أو في سن من السنين في إنبي فعشان كده عنده المعلومة وعنده الداة اللي بتقول إن اللعيب ده هو كم السليم هو قال لي كده أه ما أنا لسه بقول لك أنا يعني أنا مش على دراب الموضوع ككل بس أنا بجزم كده لأن الموضوع ده تكرر كتير هم تفاهمني إزاي لكن في وقت من الأوقات كان الموضوع لما بيطلع العيب كم السليم هو اللعيب اللي بتوقف مش النادي اللي بيتجاز إن هو بيتجاز على النادي وبتتخصم النتاج بتاعته يعني فيه من الأوقات من الكتير كان اللعيب هو اللي بيتعاقب مش النادي هو اللي بيتعاقب تفاهمني إزاي؟ والنتيجة ما بتتغيرش ما بتتغيرش آه يعني دلوقتي انت برضو تري حاجة برضو مكتش في بالي دلوقتي لو أثبت إنه اللعب دوت مثلا كان يتلعب في الأوراق الرسمية تمام والمصري ما يعرفش تمام ساعتها النتيجة اللي تلغى للمصري ويعاقب اللعب ويعاقب اللعب الإقاف أو الشاطب أو الكلام ده كله دي نقطة مهمة جدا انت فيهمني إزاي؟ آه دي نقطة مهمة جدا وحصلت كتير قبل كده آه دي دي من النقطة اللي باتكلم فيها دلوقتي خلي بقى لك كابتن علينا بين المدير فن اتحاد الكرة الملف ده من الملفات اللي بتشغله بشكل قوي جدا اللي هو التلعب في الأوراق اللي هو النهاردة إن أنا إزاي يثبت إذا كان اللعب ده سنه سليم ولا مس سنه سليم وخصوصا في بعض الدول ومن ضمنها الإمارات النهاردة فيه لعبة كتير جدا من مصر راحت هناك ورجعت إن هم عمرهم السليم فالنهاردة فيه ملف بيتعامل كامل دلوقتي كابتعلانا بالماشي فيه بشكل كبير وبيتواصل مع كبار مسؤولين سواء على مستوى وزارة الصحة أو الكلام ده كله ليه تقنيات دلوقتي حديثة كمان آه طبعا فعشان كده دلوقتي الملف ده بيشغل اتحاد الكرة ككل ومن ضمن الملفات اللي قدام كابتعلانا بالماشي عشان نوضع دلوقتي حل الموضوع اللي النهاردة بني كان في الإسويرة دية هي النهاردة بتثبت بشكل كبير إن العيب ده سنه مظبوط ولا لأ فعشان كده دوت الملف ده مهم جدا تصورك الحكاية دي تخلص عليه على دوق خبراتك بتاعت القصة بتاعت الأهلي والإنبي والمصري والحكاية دي كلها أنا شايف إنها يعني في الآخر حتى لو أثبت حتى لو أثبت مش مش هتجزي بشيء يعني مش هتجزي بشيء لصالح إنبي اللعب يعاقب يعاقب ولكن نتيجة لن تلغى لنتيجة مبراتك أنا من وجهة نظري لا هو لازم النادي ليعاقب فيش حاجة اسمها إن اللعيب هو ليعاقب لأن أنا النهاردة أنا لازم أكشف على اللعيب يتاعي بشكل كويس وإن أنت عايز تكشف على اللعيب لا هتكشف عليه هتعرف يعني هتعرف هي مش ببطاقة رقم قومي ولا الكلام ده كلها لا لا خالص تلو عايز تكشف على اللعيب معلش هو إن بيجاب منين إن اللعيب من السليم بقى وراء صح أو الغلط فإنت النهاردة المدير الإداري اللي ما بيتشفش على الوراء هو تقاعص منه أنا دي من وجهة نظر مش بتكلم على الحالة دي بس أنا فاهمت أنا بتكلم بشكل عام أنا بتكلم بشكل عام على عين تفاهمني زي؟ ومعليش ما هو إن بيه هتلاقي فيه لعيبة برضو مش سليمة ما هو هتلاقي في أن دي ما أنا لسه بقولك ودي شجاعة منه يعني دي حاجة محترمة منه بزرط اتفاهمني إزاي؟ فعشان كده أنا بتكلم إن أنت النهاردة أنت النهاردة المدير الإداري الشاطر اللي يمشي وراء العيب وهو عارف إنه هو أو جت له معلومة إن اللعيب ده مس سليم؟ لأ يا ما فيه لعيبة احنا مشينا وراء حاجات يا كريم ما تصدقهاش يعني ما تصدقهاش أنا فيه لعيب قبل كده جبته مس سليم معلش من تصريح السلاح بتاع والده اللي هو كان من فتر كل أوراهه سليم كل أوراهه سليم ده الحاجة الوحيدة أه من في الزماك وأنا في الناشئين خلاص جبت من التصريح دوت إن أنت بتقدم أوراق وثبت إن اللعيب لما تحط لأن أنت بتحط كشف العيلة بتاعتك وبتحط عمره فالكلام ده بالنسبة له كان بيعملوا من فترة فجبنا من عن طريق الورق دوت أنت فاهمني إزاي إن الولد ده مس سنه الطبيعي فعشان كده بقولك لو عايز توصل وكان ممكن مساء تقول إيه ما كانش في حاجة خالص تقولي إن الولد ده مس سليم أه ما أنت كده بالنسبة لك أنت ورق سليم هو بالنسبة له كمان استغرب جدا إن أنا وصلت للورق دوت إن أنت تقدر توصل للورق دوت تفاهمني إزاي؟ فعشان كده أنا بكلمك إن أنت لأ إن أنت لأ ابحث وراء اللعيب بتاعك في بعض النهاردة الأجهزة أو النهاردة القطاعات بتاخد بطولات للناشئين مزيفة مزيفة بلعبة مزورة عشان كده في الآخر بتيجي تلاقي الناشئين ما فيش ناشئين وبالتالي وتحرم لعيبة كويسة جدا فعمارها السليمة عشان أنت النهاردة بتلاعب لعيب أكبر منه بأربع خمس سنين فهيبقى أقوى منه ويبقى أسرع منه والكلام ده كله ومن تقال خطورة الموضوع طبعا طبعا وإنت برضو بشرطنا إنه الكابتر على نبيل مسك الملف بصراحة يعني آه بشكل كبير عشان هي حاجة فقال لما أنا عمالي أمبرح وانا بسمع لا آه دا فيه حاكم من أين بيساري فهو حفايا مش عايف من لي سميع الكرة مش عادي دا رئيس القطاع عايز يفضل موجود في مكانه آه فيجي يقولك أنا خدت بطولات الناشئين ويهي بس هي بطولات مزيفة من السليمة وفي النهاية أنت أصلا المتقدم تلعب طلعت كم ناشئ تفيد الفريق الأول هو دا الأهم في الأول الأخير أنت هتخسر أنت كمنتخص كله كله منظومة كلها هتخسر اشتركوا في القناة